السلام عليكم في وسط غوغاء واضطرابات أولياء الأمور والتلاميذ خبراء مناهج ربع ابتدائي تتضمن مقررات من المرحلة الثانوية والجامعة ما زالت أزمة أولياء الأمور والطلاب مع مناهج الصف الرابع الابتدائي هي حديث الساعة نظرا لإضافة مقررات على الطلاب وصفها أولياء الأمور بالطويلة والمعقدة وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مواد الصف الرابع الابتدائي من 5 إلى 13 مدة تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني قائلا أجذوبت زيادة مناهج الرابع الابتدائي من 5 إلى 11 مدة وأكد وزير التربية والتعليم الفني رغم أن مناهج العامة السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع في فخص سوشيال ميديا وترديد ما يكتب بدلا بحث أو تحقيق هذه هي مواد العامة السابق والحالي لمن يريد الحقيقة ولنسأل لماذا يعتمد البعض التضليل كما قال أيضا تنوعت وسائل الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الأفضل لأبنائنا في مدارسنا الحكومية وتردد على مواقع تواصل فيديوهات استغازة ركيكة على اليوتيوب أن المناهج كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 مواد إلى 13 مدة وفي سياق متصل قال حامد البيومي مدرس أن منهج الصف الرابع الابتدائي خاصة في مدتي الرياضيات والعلوم به عددا كبيرا من الدروس التي يصعب على الطلاب استعابها مشددا على ضرورة تقسيم هذه المناهج على فصلين دراسيين وإلا سيتم في تخريج أجيال كتبت لها مناهج دراسية لم تدرسها فعليا كما أكد أن المعلمين يواجهون صعوبة في إتمام شرح المقرارات الدراسية وإتقانها من قبل التلاميذ لتعدد الموضوعات والأفقار والدروس من جانبنا قالت سوزان محمد إحدى أولياء الأمور أن درس التكييف في مادة العلوم تدرس في الجامعة الخبر الآخر وهو بيان مهم من الحكومة بشأن تعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد لقد تصدر هذا البيان السوشيال ميديا اليوم وأمس وقد تم نفي تلك الأنباء وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشهدته على انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وشكرا لكم اشتركوا في القناة